بدأت الحياة تعود لطبيعتها ببطء في العاصمة الصينية بكين مع خروج الناس إلى الشوارع وسط إجراءات مكثافة تفريدها السلطات لحتواء عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد القادم من الخارج ويأتي هذا مع تسجيل الصين انخفاضاً في معدل الإصابات اليومي بالفيروس بعد أربعة أيام متتالية شهدت زيادة في الإصابات أنا لست قلقة من الخروج ما أنا قلقة منه هو إذا كان الناس سيتذكرون إجراءات مكافحة المرض عندما يخرجون من أجل حماية أنفسهم والآخرين بشكل أفضل أتمنى أن لا ينسى الناس ما فعلناه لا ينسى الناس ما فعلناه وأكدت لجنة الصحة الوطنية 39 حالة إصابة يوم الأحد بعدما سجلت 46 في اليوم السابق وجميع الحالات لأشخاص قادموا من الخارج العديد منهم طلاب صينيون عائدون لوطنهم ووسعت بكين الإجراءات لاحتواء الإصابات القادمة من الخارج وحولت جميع الرحلات الدولية القادمة إليها إلى مطارات في مدن أخرى بما في ذلك شنغهاي وشيان الواقعة في أقصى غرب البلاد حيث سيغضع الركاب للفحوص الطبية وفي ووهان حيث ظهر المرض وانتشر خففت السلطات إجراءات الإغلاق الصارمة مع عدم تسجيل أي حالات جديدة فيها لليوم الخامس على التوالي رحاب علاء رويترز